مرحبا بكم فضية الشيخ من جديد هناك سؤال وصلنا فيما يتعلق بأن بعض الناس ربما يجعل عنده صندوقا أو حصالة لجمع بعض الأموال فيها قد تكون لأطفاله و قد تكون له قد يكون بعض الناس لديه مثلا بعض الأدراج سواء في مكتبه سواء في منزله يضع فيها بعض الأموال وتتراكم هذه الأموال بعد فترة ما بين قلة و كثرة كيف يعرف أن الأموال هذه هل فيها زكاة و لما فيها زكاة بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا الأموال هي التي إذا خرجت من ملك الإنسان و من تصرفه فإنها تخرج من ماله أما الحصالة أو الصندوق الذي يضع فيها المكلف بعض الأموال بحيث أنه متى ما وجد فقيرا أخرج هذا المال منه فإنها لم تكن بعد و خرجت من ملكه فإنها لم تكن بعد و قد خرجت من ملكه و على هذا فإنها إذا حال عليها الحول و هي ما زالت موجودة فإنه يجب عليها أن يزكيها أيضا لأنها لم تخرج من ملكه بعد و مثل ما لو قال إنسان هذا المال سوف أتصدق به أو سأتصدق به و هو ما زال معه فإنه لا يلزمه أن يتصدق لأن هذا وعد و إن كان بعض الأهل العلم كره من الإنسان إذا نوى فعل الخير أو صرح بفعل الخير أن يمنعه لأن ذلك ربما يكون داخلا و منهم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه لكن هذا ليس على سبيل وجوب و إنما هو على سبيل استحباب و على هذا فالقاعدة في هذا أن المال إذا خرج من ملكه و خروجه من ملكه أن يخرج من يده و تصرفه أو من أنها لا تعود عليه بعد ذلك مثله مثل الصناديق العائلية التي يتبرع كل إنسان منهم بمال لكن هذا المال يستجمع فمتى احتاج أحد المتبرعين إليه عاد إليه فهذا يجب فيه الزكاة لأنه لم يتخلص من ملك المالك بعد و فيه شائبة ملكية فمتى كان فيه شائبة ملكية للمكلف فإنه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول و من هنا فإني أنصح كثيرا من الذين لديهم صناديق عائلية أن حكمها ليس حكما واحدا و إما إذا كان الإنسان سوف يستطيع أن يحصل على هذا الصندوق من الإعانة و هو المتبرع فإن هذا لم يكن قد خرج من ملكه فهو ما زال فيه شائبة ملك و على هذا فيجب عليه أن يزكونه أما الذين يتبرعون بهذا المال و يتكون إدارة الصندوق مخصصة لإعطاء الفقير من العائلة فقط دون الأغنية الذين تبرعوا فإنه الحالة هذه لا يجب فيه الزكاة لأنه خرج من ملك المالك إلى ما لا مالك له لأنه صار من المصلحة العامة و بهذا يفرق بين المسألتين الغصورة الأولى أن يخرج من ملكه و الصورة الثانية أن لا تكون له شائبة ملك بمعنى أنه يعود إليه ولو بعد حين فإن عاد إليه ولو بعد حين فيجب عليه أن يزكيه و الله أعلم نكمل ما يتعلق بالسؤال الأول فيما يتعلق مثلا بحصلات الأطفال و غيرها هل تكون ضمن مال الأب أو يعني يضمها إلى ماله ثم يجمع المجموع و يزكي عنه أو أن حصلات الأطفال خاصة بهم و إذا بلغت نصاب يزكون عنها أو إذا كان الأب يضع صندوقا لكل ولد من أولاده و جعله في ملكه فإن هذا الملك يكون للإبن فمتى حال عليه الحول و بلغ نصابا فإنه يزكيه عنه لأن عامة أهل العلم خلافة للحنفية أنهم يرون أن المال يجب من باب خطاب الوضع بمعنى أنه متى ما بلغ نصابا و حال عليه الحول فإنه يزكى سواء كان مالكه عاقلا أم غير عاقل صغيرا أم غير صغير و هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم إما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة فدل ذلك على أن مال اليتيم الصغير فإنه يجب أن يزكى إذا حال عليه الحول و بلغ نصابا نعم